ده مش كلامي عالفة ربنا قدر على كل شيء طبعا قدر على كل شيء قدر قدر على كل شيء عالفة ربنا وقف عاجز ربك وقف عاجز يا زيكو قللي ماجي خرأت الميه في الزبالة الإلهي الذي يقف عاجز ارمو في الزبالة قللي ماجي أنا عارف والله في بعض الإخوة أنا عارف إلي إنتأسةافك شديد وكلامك شديد وكأنك بتصب عليهم المغلي من الحديد ومن الرصاص الشديد وأنا اللي بدأت أنت عمرك خش القناة والصفحة عمرك 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 ما تلاقيني أبدأ حد فيهم محترم بأي إساءة أو أي لفظ خادش أو أي لفظ شديد عمرك ما تلاقيني أتكلم عن شخص محترم فيهم بالطريقة دي أبدا وإلا إلا أليل الأدب ربنا ألف القرآن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنوا إلا الذين ظلموا منهم الذين ظلموا أنا عايزك أنت كمسلم كطيب كده أو رهي في القلب كده وحسن الكلام اللي بقوله جديد وروح رجع تفسير الآية دي إلا الذين ظلموا بالأخص روح رجع تفسيرها عند المفسرين روح رجعت أنا مش حاولك تفسيرها إيه كمان إلا الذين ظلموا العبد لله تخصص الذين ظلموا إنما المحترمين أنا ما بجادلهمش أصلا يعني الشخص المحترم فيه أنا بقولك إيه مش ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن أنا بقى ما بجادلش أصلا المحترم منهم بتركوا وشأنهم اعبد ما تعبد يعمل حاجة إنما اللي يغلط في ديني العاجز رميفين في الزبالة يا زيكو أنت عارفة ربنا قادر على كل شيء أمين طبعا لا ربكم مش قادر ده مقدور عليك قادر على كل شيء قادر إيه رأيك بقى إن ربنا وقف عاجز قادر على كل شيء قادر إيه رأيك بقى إن ربنا وقف عاجز كما أقف من مواقب ويحكيك كتاب المقادس كمان عاجز كمان عاجز كما أقف من مواقب ويحكيك كتاب المقادس عاجز 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 لما عاصم قدام Гورشاليم قال يا غورشاليم يا غورشاليم كم مرة أرادك أن أجمع أولادك كما تجمع دجاجة فراقها تحتاجously والم أقدر تريته دجاجة طب proph�� دجاجة مش حادر مش حادر أعمل أجمع مش حادر مش حادر أعمل أجمع مش حادر أعمل أجمع مش حادر أعمل أرد مش حيقدر مش حادر أعمل أجمع مش حادر أعمل أرد مش حيقدر يعمل أرد أنا اللي قلت أنا اللي قلت إن إله ماجي خرق ده عاجز حينصوركو إزاي حينتقملكو إزاي وده عاجز وإيه صار كالدجاجة وعمل إيه وعمل إيه وإحكيك كتاب المقدس عجز وعمل إيه وإحكيك كتاب المقدس عجز آه عجز زي لما وقف قدام أورشاليم ألا يا أورشاليم يا أورشاليم كمرة أرادت الأجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراغها تحتاجنا أحيانا الدجاجة لما والمشكلة مش دجاجة بس ده وخروف